بشكل رسمي خلاص بقية السنة الجاية تأجيل كل المسابقات الالتحاد الأوروبي رجال وسيدات لأجل غير مسمى اللي هو تشامبرينز ليج والأوروبا ليج سواء للرجال أو للسيدات ده هيتم تأجيل الأجل غير مسمى مع وضع بعض المواعيد المبدئية للنهائي لكل بطولة يعني مثلا نهائي تشامبرينز ليج حيكون مع نهاية شهر يونيو تحديدا وده برضو حيترتب على حسب الفترة الجاية إلا هيحصل المستجدات هتكون عبارة عن إيه كمان قال لك بالنسبة لي يورو عشرين بقت عشرين وواحد وعشرين بقى مش عشرين وعشرين التذاكر اللي الناس حجزتها خلاص يعني في بعض التذاكر تم حجزها والناس دفعت فلوس كده كده بالتذاكر أنت حجزتها من دلوقتي تقدر تحضر بطولة يورو عشرين وواحد وعشرين بعد تأجيلها بشكل طبيعي يعني فلوس مش هتروح عليك دي أبرى الزكارات يعني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال اجتماعهم النهاردة والأعطاك أنه مستمري لحد دلوقتي اللي لم يكن انتهى يعني هنشوف التطورات هتبقى إيه أي جديد هنقوله لحضراتكم طبعا كمان كوبا أمريكا تم تأجيلها بسبب كورونا وده تأجيل رسمي بعد ما هي كيات أيضا السيف ده هتبقى السيف الجاي بإذن الله في عشرين وواحد وعشرين وده قرار نهائي من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم لمواجهة فيروس كورونا أو اللي خلاص يعني اكبار أن انت متلعبش أي بطولة دلوقتي لما تشوف المستجدات إيه اللي هيحصل هل القرارات دي ممكن تبقى قرارات نهائية الواضح من النتائج دي نتائج الاجتماعات إن هي قرارات نهائية هل ممكن يحصل جديد لو مثلا الفيروس ده انتهى في يوم الأيام خلال سبعين مثلا معيني ده أعتقد أنه هيكون صعب شوية ده اللي هنشوفه خلال الفترة الجاي بصراحة الواحد ما بقاش عارف إيه اللي ممكن يحصل أو ما بقاش يقدر يتوقع أو يتنبأ باللي ممكن يحصل خلال الفترات المقبلة لكن الأهم دايما أننا نتمنى السلامة للجميع في كل أنحاء العالم لأنه ده أمر سيكون مهم جدا بالنسبة للجميع انفنتينو كمان رئيس الاتحادات الدولية لكورة القدم وجه رسالة الاتحادات لكورة القدم حول العالم وقال أنه ضرورة اتباع كل الإجراءات الوقائية من أجل تفادي تفاشي الفيروس بشكل أوسع مما هو عليه في الوقت الحالي إضافة إلى منح الفرصة لعودة الدوريات مرة أخرى في حال جرى السيطرة على كورونا يعني الأولوية للمسابقات المحلية الدوريات المحلية وكلام من ده ما لنشدعوها بالبطولات القرية الأولوية دايما للبطولات المحلية الدوري كاس كلام من ده الحاجات دي تخلص الأول بعد أن نلاقي موعيد للبطولات القرية أكد كمان أن الحفاظ على سلامة اللعابين ومندربين وجماهير هو الهدف الأول بالنسبة للاتحاد الدولي في الوقت الحالي والعبور من الأزمة وطريقة آمنة دون وقوع أي ضحايا جديدة تابع كمان إنفنتينو أن الفيفا يبحث عن حلول المتنسبة من أجل الحفاظ على مصير المجهول لدوريات كرة القدم حول العالم وأنهم سيعملوا أقصى جهد عندهم للتصرف أو لمعالجة الفترة الحالية وكيفية تخطيها أولا وكيفية تعويض ما فات من موعيد كان ممكن أن يكون هناك مباراة كثيرة في جميع أنحاء العالم